الحمد لله طبعا هذا من فضل ربي أولا كنت بحب الفن جدا يعني الصغف الله العظيم يا ربي كنت بحشق الفن ده عيش لما جيت أنا ابتدت أحب الفن وعايز أطلع ممثلة هي كانت معترضة ووالدي بقى ده كان رافض تماما حتى بدلين أنا ما دخلت المعهد العلف المسرحية والدي كان قال لي لا ما تخشوش تودا هطلع مزيعة فسكت كده وبرضه مش مصدق قال إذا كنت تتلع مزيعة ماش لكن ممثلة لا معرفش كانت إيه وجي تنظروا يعني حتى أنا تخركت هم مفرحش بتخرجي يعني ملحقش فأما تخركت أصريت طبعا أنا أكمل مشواري الفني من أنا أشتغل وكده أمي كان لها تحفظات يعني تقول لي بصي لو في يوم الأيام لقيت ممثل بيلمسك كده حتبحك ودي حقيقة وإخوتي يشهدوا على كده لو لقيت في يوم الأيام اتضحك عليك وممثل باسك مش قولك هعمل فيك إيه فحس يعني خلاص الرعب أصبح جوايا وأنا مقتنع أن كلامها صح يعني كلامها صح يعني هي كانت بتقول وهي عارفة أن هي بتقول كلام كله صح وأن ده حيفيدني أنا فيما بعد كلامها كله لغاية دلوقت شريت سينما قدامي يعني أمي من ساعة ما ماتت بقالها سبع سنين مفيش يوم غلما أدعي لها وأرى لها الفتحة وأترحم عليها سواء أنا أو إخواتي لأن فعلا كانت أم يعني العظمة لله سبحانه وتعالى لكن كانت أم عظيمة بمعنى الكلمة عشان كده أنا بقول الأم هي الأساس في كل شيء الأم هي الأساس في تربيت الأولاد مش الأب لأن الأب طول النهار مشغول طول النهار رايح جاي علشان رزق ورزق أولاد لكن الأم هي اللي قعدة وهي اللي شايفة وهي اللي بترائي فهي اللي بتقول ده صح وده غلط وده حلال وده حرام وده يتعامل وده ما يتعاملش فابتدت خلاص كل حاجة تبقى جوايا يعني فمن أول ما دخلت الوسط الفني وهي بقى بتحذرني على الله كذا على الله كذا على الله كذا هجيبك تحت رجلية وحتى ما كان يحصل مثلا نقاش بيني وبينها تقولش انت نجمة في الستوديو هنا لأ في البيت لأ انت خالص انك انت النجومية دي هناك عند النجوم بتوعي لكن هنا في البيت انت هنا زي 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 اخواتك مفيش حد احسن من حد كانت في الحياة فيها ميزة كمان حلوة قوي ما كانتش بتبدي حد عن حد برغم شهرة بنتها ما كانتش لأ بل أبدا بالعكس بالعكس تقول لي هما أحسن منك انت الناس كلها بتبص عليك وانت عارفة انت عند ربنا يعني كانت ساعات كده تقول كلام غريب يعني فقول لها طب يا ماما ايه انا بعمل ايه يعني فتقولي ده سلاح زوح الدين يعني حب الناس ده سلاح زوح الدين فكنت اتناقش برضو معاها اقول السيطة دي بتتكلم كلام غريب جدا مع امرور الوقت لقيت في الحقيقة كلامها يعني كانت فعلا موايزة جميلة قوي وكان كلامها كله صدق وكلامها ارشاد سليم يعني ما كانش كانت صدقة معي قوي اشتركوا في القناة